عائق جديد أمام انطلاق جلسات الحوار السياسي في موريتانيا التي كانت مقررة الجمعة تحاول الأحزاب المشاركة في الحوار تذليله باعتبار معوقات لا علاقة لها بالحوار ومقتضياته في المطرف من المعنيين بهذا الحوار توقفوا عن المشاركة من غير المختلفة نقول أنهم لا يطرحوا مشكلة بعض تعني لجنة تحضير الحوار ولذلك ما ياللهما يخصروا ويعطلوا قضية وطنية وقضية الحوار على أموره ثانوية الإرباك الحالي للحوار جاء بعد تعليق قطب التنوبي مشاركته في الجلسات التحضيرية بسبب ما وصفه بالتضييق على أحد الأحزاب المشكلة له والتي ما زالت قيد الترخيص أعقبتها مساعي حثيثة للجهات الحكومية القائمة عليه لثنيهم وما زالت دون جدوى إليه يجتمع السياسيين ويناقصوا قضايا الوطن الكبيرة والمشاكل الكبيرة لمطروحة لحدنا ما يتوقع أن يعود كل الشلاه يمر بدون أي مشكلة قضية قضية إجراءات ودورت يتم حسنها عاجلاً وتكمل لجنة عاملها ففي ذلك نقول بسرعة إن شاء الله مراقبون حذروا مما قد تقول إليه الأوضاع الاجتماعية والسياسية في البلاد لو أفشل الحوار هذه المرة حقلة الحوار في الظرفية الحالية قد تنعكس على البلد بشكل سلبي خاصة في الجوانب الاجتماعية والسياسية النتيجة لأن جميع الأطراف ستحاولوا اقتناص اللحظة من أجل توظيف تناقضاتها لمكاسب السياسية وهو ما يسع نعكس بكل تأكيد على البلد اقتصادياً واجتماعياً عبر تأجيج النعارات الداخلية بين بئات المجتمع وكانت اللجنة المشرفة على الحوار قد حسمت مواضيع الحوار وآجاله والمشاركين فيه بعد أسابيع على انطلاق جلساته التمهيدية المعلقة منذ أكتوبر الماضي ثمانية أشهر على التحضير لهذا الحوار وما زالت الأطراف السياسية عاجزة عن إطلاقه وسط ترقب وآمال كبيرة في حلول لمشاكل كبرى ينتظر أن تكون على طاولة النقاش طيب الغوث الحرة نوكشوت